زيارتنا اليوم لدولة الرئيس هي لشكره على مواقفه بهالمرحلة بالذات مواكبته الأزمات الحياتية للناس مواكبته الأوضاع العسكرية المستجدة بغزة وعلى حدود لبنان طبعا منسجل للرئيس هالتحرك الكبير اللي عا بصير كمان على صعيد معالجة أضايا الناس أضايا الضمان الاجتماعي أضايا الضرائب والرسوم بشكل عام الموازنة اللي هي مطروحة اليوم بمجلس النواب طالبنا أن تكون الموازنة كمان كتير الموازنة فضفاضة فيما خاصة الضرائب والرسوم أن تكون أدما نكون نوفر على الناس بهالمرحلة اللي ما فيهم يتحملوا زيارة كمان هي مع اتحاد الشمال ونقباء الشمال كلهم لتصحيح الواقع اللي عا بيعيشه الشمال واقع الحرمان والمطالبة بإنصاف الشمال على صعيد الخدمات وعلى صعيد الصحة وعلى صعيد الأمن الاجتماعي وتشكرنا منرجع نقول دولة الرئيس على مواقفه بهالمرحلة بالذات شكرا شكرا